السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي مع مادة التربية الفنية أحبتنا اليوم سيكون طبعاً هو الدرس الأول وهو رسم وحدة زخرفية هندسية في رسم الوحدة الزخرفية الهندسية أعزائي الطلاب نلاحظ أنه في عدة كلمات موجودة عندنا أول شيء وحدة هي شكل واحد أو وحدة واحدة زخرفية من الزخارف التي سبق أن تعلمناها وعرفنا ما هو معنى الزخرفة فالزخرفة هي التزيين والتجميل والتحسين الزخرف لها عدة أنواع واحد من أنواع الزخرف المعروفة عندنا اللي هي الزخرفة الهندسية طبعاً مستمدة من الأشكال أحسنتم من الأشكال الهندسية مثل المثلث والمربع والدائرة والمستطيل وغيرها من الأشكال الأخرى طبعاً لكل درسة أزاي الطلاب والطالبات مجموعة من الأهداف فالهدف الأول نتوقع فيه من الطالب والطالبة أن يذكر أنواع الزخارف الزخارف الإسلامية لها ثلاثة أنواع سبقنا درسناها اليوم سنمر عليها مرة أخرى وسنستذكرها معاً ونتعرف عليها مرة أخرى ونراجعها كذلك الهدف الثاني أزاي الطلاب والطالبات أن يعرف الطالب وتعرف الطالبة كذلك معنى أو كلمة الوحدة الزخرفية أنا في بداية الكلام في بداية الشرح ذكرت لكم أن هذا الموضوع اسمه رسم وحدة زخرفية ليس أي نوع من الزخارف وإنما تحديداً الزخرفة الهندسية فهي وحدة زخرفية هندسية طيب عندنا في الهدف الثالث أزاي الطلاب والطالبات أن يقوم الطالب وكذلك الطالب برسم وحدة زخرفية هندسية في الهدف الرابع أن يضيف إلى هذه الوحدة طبعاً الزخرفية عدة زخارف أخرى هندسية يعني يكون في عدة أشكال هندسية متداخلة في هذه الوحدة وستطبعاً نشاهد هذا الهدف ونحقق هذا الهدف إن شاء الله في الدرس العملي الآن نعود مرة أخرى إلى الأهداف آخر هدف من أهداف هذا الدرس أن يلون الطالب وكذلك تلون الطالبة الوحدة الزخرفية هذه الوحدة لابد أن يتم تلوينها بطريقة طبعاً مناسبة وجميلة وباستخدام طبعاً أي نوع من الألوان وممكن نستخدم نوع محدد ملوان مثل الألوان الفلوماستر أو اللي يسمونها أقلام الفلوماستر أو أقلام الماركر عندنا طبعاً هذه هي جميع الأهداف الخاصة بهذا الدرس أعزائي الطلاب والطالبات بعد ذلك لدينا الآن أعزائي الطلاب والطالبات هذا الفيديو التعليمي والذي سنستمتع بالاستفادة من المحتوى العلمي الذي فيه الوحدة الزخرفية السلام عليكم يا فيصل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هذا الكتاب الذي بين يديك يا فيصل؟ إنه كتاب يتحدث عن الوحدة الزخرفية الوحدة الزخرفية؟ وماذا نقصد بالوحدة الزخرفية يا فيصل؟ الوحدة الزخرفية هي أساس التكوين الزخرفي ويمكن تعريفها بأنها الفراغ المحصور بين خط أو مجموعة خطوط متلاقية حيث تقسم قسمين وما هما؟ الوحدة الزخرفية الهندسية والوحدة الزخرفية الطبيعية انظر يا عبدالعزيز هذه الزخارف تعتمد في تشكيلها على الأشكال الهندسية المختلفة كالمربح والمستطيل والمثلث والدائرة وغيرها من الأشكال الهندسية وهل يمكننا رسم هذه الوحدة بأنفسنا؟ نعم هيا بنا نرسم وحدة زخرفية معاً أعزائي الطلاب والطالبات كان هذا مقطع فيديو تعليمي جميل جداً بين هذين الطالبين ويتحدث عن وحدات الزخرفية وعرفنا من خلال تعريف معنى كلمة وحدة زخرفية وعرفنا بعض الأشكال الهندسية وعرفنا أنه أصلاً فيه زخارف طبيعية نتم تحويرها من الشكل الطبيعي إلى الشكل الهندسي طبعاً مثل ما حدث في الكلام اللي كان بين الطالبين فيصل وعبدالعزيز بعد ذلك عندنا التساؤل الأول عزائي الطلاب مرة أخرى ما هي الوحدة الزخرفية؟ الوحدة الزخرفية عزائي الطلاب والطالبات هي التي تتكون من الأشكال الزخرفية والخطوط المتلاقية تبعاً لنوع الزخرفة ويمكننا تصنيفها إلى ثلاثة أنواع زخارف نباتية وزخارف هندسية وزخارف كتابية سبق أننا تعلمنا في السنوات الماضية هذه الأنواع الثلاثة وعرفنا كيف نفرق بينها النوع الأول من الزخارف الذي نسميه الزخارف النباتية ولها مثال واضح هنا عندنا شكل هذه الوردات كما تشاهدون طبعاً هذه وردات هل هي وردة طبيعية؟ لا طبعاً هذه ليست وردة طبيعية لا تظهر الوردة في الطبيعة بهذا الشكل لكنها محورة عن شكلها الطبيعي فهي وحدة زخرفية يمكننا تكرارها طبعاً هي الوردة هذه الحالها أي وحدة من هذه الوردتين بالحالها نسميها وحدة زخرفية وهي أيضاً وحدة زخرفية نباتية لباذا؟ لأنها تأخذ شكل الوردة في النبات فلذلك هي وحدة زخرفية نباتية طيب عندنا بعد ذلك النوع الثاني اللي هو الزخارف الهندسية مثل ما تشاهدون عزيزي الطلاب والطالبات هذا هو شكل الوحدة الزخرفية الهندسية لو لاحظتم شكل النجمة في الداخل في الوسط و أيضاً المربعات التي تحيط بهذه النجمة من جميع الجهات و أصبح معي شكل أيضاً شكل وردة لكن هذا الشكل ليس طبيعي وإنما هندسي كان قبل قليل يتحدث الطالب فيصل مع صديقه عبد العزيز و يقول أنه في عندنا زخارف طبيعية و في عندنا زخارف هندسية هذا الشكل اللي عندنا الآن يبدو هذا هذا هو شكل وردة و لكن هذه الوردة لها حواف حادة محورة من شكل الوردة الطبيعية إلى شكل هذه الوردة الهندسية بعد ذلك أحبتي عندنا الزخرفة الكتابية مثل لفظ الجلالة أو كلمة الله الموجودة الآن أمامكم على اليسار في الشاشة لو تأملناها نلاحظ أنها مستخدم فيها الحروف العربية و الكلمات العربية هذه الكلمة هي لفظ الجلالة الله و لكن مكتوبة بشكل زخرفي يدخل فيه الخطوط المنحنية و أيضا يدخل فيه بعض الخطوط المتكسرة في الوسط التي أعطتنا شكل المعينات هذه ليست مربعات و إنما نسميها معينات تداخل هذه المعينات مع بعضها البعض أعطانا لفظ الجلالة على شكل وحدة زخرفية يعني أنا بإمكاني أني أكتب كلمة أو أكتب إسمي أو أكتب أي شيء بشكل زخرفي وأجعله كوحدة زخرفية و أزين فيه أي شيء مثل غلاف الكتاب أو غلاف الدفتر أو حتى صفحة الدفتر التي أحل فيها الواجب هذا طبعا فيما يتعلق بالإجابة عن السؤال الأول أو التساؤل الأول الخاص بهذا الدرس بعد ذلك أعزائي الطلاب و الطالبات عندنا اللي هو تعريف للوحدات الزخرفية الحدسية فهي زخارف تعتمد على تكوينات التي يمكن تشكيلها من العلاقات الخطية الناتجة عن تلاقي بعض أنواع الخطوط المستقيمة و المنحنية بأنواعها كما يبدو في الشكل واحد هذا الشكل أعزائي الطلاب و الطالبات يوجد فيه الكثير من أنواع مختلفة من الزخارف الهندسية تلاقي هذه الخطوط مثلا هذه تعتبر هنا أشكال نجمية تلاقي هذه الخطوط مع بعضها البعض يعطينا الشكل النجمة هذه الخضراء أو يعطينا شكل حتى ورقة نبات كبيرة محورة هذا الشكل موجود عندكم في الكتاب بإمكانكم تأمله وتكبير الصورة على الشاشة سواء كانت على التابلت أو على الكمبيوتر أو حتى على الجوال حتى ترى تفاصيل هذه الوحدات الزخرفية في عندنا مجموعة واحد اثنين ثلاثة أكثر من حوالي عشر أو اثنى عشر نوع مختلفة من الزخارف الهندسية وأيضا تختلف حتى في طريقة تلوينها وفي الدرجات اللونية الخاصة بها هذه طبعا في الشكل واحد شكل اثنين هنا نلاحظ الفرق بين الشكلين الشكل اثنين نلاحظ الخطوط اللي فيه كلها منحنية وناعمة أيضا الخطوط المنحنية دائما تعطي نوع من النعومة وتعطي نوع من الليونة فلذلك لو لاحظنا أنه هذه الوحدة الزخرفية أو الشكل الاثنين اللي يتكون من وحدات زخرفية ذات خطوط منحنية يبدو أكثر نعومة من الخطوط اللي هنا القوية الخطوط التي تأتي على شكل متكسر على شكل زوايا قائمة أو حتى على شكل زوايا حادة فهذه هنا وحدات زخرفية ولكن يستخدم فيها خطوط مستقيمة هذه الخطوط تتقاطع مع بعضها البعض على شكل زوايا مما يعطينا نوع من القوة في حواف وزوايا هذا الشكل فهي ليست منحنية وليست ناعمة مثل ما يبدو في هذا النوع من الزخارف اللي موجود هنا فهنا أعزائي الطلاب والطالبات هذا الموضوع أو هذه الفكرة تعيدنا إلى أول درس تناولنا في الصف الأول الابتدائي وهو أنواع الخطوط المختلفة من الخط المستقيم إلى الخط المائل إلى المنحني إلى المتعرج إلى المتكسر إلى الخط المتموج جميع أنواع الخطوط كل نوع من أنواع الخطوط يعطي دلالة ويعطي معنى فلو لاحظنا الآن هنا في هذه الزخارف صح أنها مرسومة بأشكال هندسية يدخل فيها المثلث والمربع والشكل السداسي والشكل المثمن والسباعي وغيرهم أشكال أخرى نسمي الشكل السداسي سداسي لماذا؟ أحسنتم الشكل السداسي يسمى بالسداسي لأن له ستة أضلاع إذن الشكل اللي له سبعة أضلاع نسميه سباعي طيب الشكل اللي له ثمانية أضلاع نسميه شكل ثماني أو مثمن لأن له ثمانية أضلاع طيب الشكل اللي له ثلاثة أضلاع أحسنتم هو المثلث لحظة الحروف متقاربة من رقم ثلاثة فيسمى مثلث لأن له ثلاثة أضلاع والمربع لأنه له أربعة أضلاع ومن رقم أربعة فلذلك فيه علاقة بين مسمى الشكل وعدد الأضلاع اللي فيه طيب فيه شكل يجي له ظلعين طبعا لا ما يجي لازم الشكل يقفل لو حطينا ظلعين مع بعض كذا وما قاطعناها مع بعض لازم يقفل الشكل إذا مو مقفل هذا شكل غير مكتمل فليس له اسم لكن إذا كان الشكل مقفل أقل شكل مقفل يكون فيه ثلاثة أضلاع وهو المثلث وكل ما زاد عدد الأضلاع كل ما تغير الاسم حسب عدد الأضلاع الموجودة في الشكل بعد ذلك أعزائي الطلاب والطالبات نكمل معلومة عن الزخرفة الهندسية لأنها تعتمد دائما على الأشكال الثلاثية التي تضم تنوعات المثلث المثلث له عدة أنواع في مثلث يسمون مثلث قائم الزاوية في مثلث متساوي الأضلاع في نوع آخر المثلث الذي له قاعدة أقل أو أعرض من طول الظلعين الآخرين فيه طبعا هنا الأشكال الرباعية في أنواع مختلفة مثل المربع والمعين والمستطيل وكذلك الشكل المتوازي الأضلاع هذه كلها تسمى أشكال رباعية هناك أشكال خماسية وسداسية ومنتظمة وبعضها غير منتظمة هناك الأشكال النجمية الخماسية والسداسية والثمانية ماذا نعني بالأشكال النجمية الخماسية؟ أي النجمة التي لها خمسة شعاعات خمسة شعاعات هذه النجمة اللي يطلع منها خمسة شعاعات هذه تعتبر шكل خماسي النجمة التي لها سبعة شعاعات أو ثمانية شعاعات كذلك لها علاقة برقم عدد الشعاعات التي تبدو على هذا الشكل النجمي هنا لو نلاحظ إزائي الطلاب والطالبات في شكل رقم ثلاثة فيه في الأعلى شكلين للمثلث وطبعا مثلث من ثلاثة أضلاع وفيه عندنا شكلين للمربعات وتحتها فيه شكل متوازي الأضلاع والشكل يسمونه شبه المنحرف هذه كلها لها أربعة أضلاع وفيه شكل هنا ثماني وفيه شكل سداسي كذلك فيه تقاطعات شكل النجمة في النص وعندنا أيضا الشكل الآخر إيه راح أحدد لكم الآن مثلا هذا هنا هو الشكل النجمي حددت عليه بالدائرة الحمراء هذا اللي محدد عليه بالدائرة الحمراء وبناء الطلاب وبناء الطالبات هو الشكل النجمي لماذا؟ لأنه على شكل نجمة طيب كيف رسمناه؟ الموضوع بسيط جدا مو صعب عبارة عن مربع وبعدين هذا معين لاحظوا المربع هنا هذا المربع طيب فين المعين؟ نفس المربع ولكن يكون بزاوية معينة هذا هو المعين راح أحدد عليه بالأحمر هذا بعيد القلم مرة أخرى هنا شكل المعين بهذا الشكل اللي في الداخل هذا هو المعين طيب سأمحو حتى أزيل اللون هنا عندي الشكل النجمي هذا كم له شعاع كم زاوية لهذا الشكل النجمي نعدها مع بعض واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن هو نجمة ثمانية نجمة إيش؟ نجمة ثمانية ولو كان لهذه النجمة مثلا ستة نسميها شعاعات أو سبعة أو تسعة أو عشرة فحسب الرقم يكون اسم هذه النجمة طيب في الأشكال تحت عبارة عن تقاطعات للمثلثات سأشير إليها الآن على الشكل وحددوا لكم باللون الأحمر هذا الشكل اللي هنا داخل هذا المربع في مثلثات تلاحظون هنا في مثلث هنا أيضا في مثلث طيب المثلثة عزائي الطلاب والطالبات متكرر عدة مرات في هذا الشكل واللي في الوسط ليس مربع إذا كان بزاوية هذا هو المعين الشكل اللي في الوسط هنا هذا هو المعين أما اللي فوق في الأعلى هذا المربع المربع هو نفس المعين لكن المربع يأتي بهذه الطريقة والمعين يأتي بهذه الطريقة أو بهذا الشكل نذهب عزائي الطلاب والطالبات الآن إلى التالي أيضا تعتمد الزخارف الهندسية على الأشكال الدائرية والبيضاوية وما ينشأ عن تقاطعاتها وتماسها وتداخلها كما في الشكل الرقم أربعة الدائرة عزائي الطلاب والطالبات كلنا نعرفها تأتي بشكل متوازن مثل هذه الصورة اللي عندي هنا أما الشكل البيضاوي قد يأتي بالعرض هذا شكل بيضاوي وليس الدائرة قد يأتي بشكل بيضاوي بالطول أيضا تقاطعات الدوائر مع بعضها البعض ممكن تعطينا نتائج أخرى تختلف عن شكل الدائرة العادي تعطينا أيضا تداخلات هندسية يمكننا الاستفادة من هذه التداخلات الهندسية في الحصول على أشكال أو على شكل على وحدات زخرفية هندسية وحدات زخرفية هندسية يعني الآن مجموعة الدوائر اللي عندي هنا كونت وحدة زخرفية هندسية سأحددها لكم باللون الأحمر هذه مجموعة الدوائر اللي هنا هذه وحدة زخرفية نسميها هندسية لماذا؟ لأنها تتكوم من الشكل الهندسي اللي هو الدائرة طيب الآن سأمحو هذا الخط سأحدد لكم مرة أخرى شكل بسيط جدا هذا أيضا يعتبر من الأشكال البسيطة اللي هو يعتبر وحدة هندسية أيضا حتى الشكل اللي يسار في الصورة أمامكم يعتبر من الأشكال اللي نسميها وحدة زخرفية هندسية طيب هذه الوحدات الزخرفية الهندسية إذا كررناها بجوار بعضها البعض يصبح لها تكرار يسمونها عادي أو تكرار منتظم هذا التكرار يعطينا شكل الزخارف اللي تعرفنا عليها وعرفناها فيما سبق وعرفنا أنواعها طبعا هذا النوع الآن هو أحسنتم الزخارف الهندسية طيب عندنا نشاط أعزائي الطلاب والطالبات في هذا النشاط موجود عندنا الشكل رقم خمسة وهو يعني يمثل وحدات زخرفية هنا نوعية هذه الوحدات الزخرفية لو ذأملناها مر علينا ترصورة هذه مرت علينا في أول الدرس الزخارف اللي موجودة هنا وشهي مكونة من خطوط وتقاطعات وهذه التقاطعات تكون أشكال وهذه الأشكال قد تكون المثلثات وأنواعها الأشكال الرباعية وأنواعها الأشكال الخماسية والسداسية وغيرها من أشكال أخرى إذن تسمى زخارف لأن فيها أشكال هندسية تسمى زخارف أحسنتم تسمى زخارف هندسية والآن كتبناها وضعناها في الفراغ طبعا تعتمد على خطوط المستقيمة على قطوط عكس الخط المستقيم embarrassed عكس الخط المستقيم excessive منحني أحسنتم خط منحني عكس الخط المستقيم erased لذلك تعتمد على خطوط المستقيمة وأيضا الأشكال الثلاثية الأشكال الثلاثية بناية الطلاب الطالبات سبق أني قلت لكم أنها تتكون من ثلاثة من ثلاثة أظلاء أحسنتم طيب لما نزود ظلع رابع نسميها أشكال رباعية ولو زودنا ظلع خامس يصبح اسمها أشكال خماسية وسداسية كلما زاد عدد الأضلاع كلما تغير مسمى الشكل حسب عدد الأضلاع كذلك هي تحتوي على الأشكال النجمية والأشكال الدائرية وأيضا الأشكال البيضوية عندنا عزيزي الطلاب والطالبات تساؤل هل تعلمون أن الوحدة الزخرفية الهندسية تطورت عبر العصور اسأل عزيزي الطالب اسألي عزيزتي الطالبة معلميكم عن هذا التطور وكيف كان ذلك طبعا في البداية كانت عبارة عن أشكال بسيطة يزين بها الإنسان ولكن مع مرور الزمن والعصور التي تتالت بدت تتطور طريقة الإنسان في الزخرف والتجميل والتحسين حتى وصل الفن هذا إلى المسلمين من الدول المجاورة والأقاليم المجاورة ثم بعد ذلك بدأ الفنان المسلم يتعمل هذه الأشكال ويحورها ويغير طريقة رسمها حتى وصل إلى ما وصل إليه من فن إسلامي جميل جدا في الزخارف الهندسية عندنا عزيزي الطلاب والطالبات الخامات والأدوات التي يجب أن نجهزها من أجل التطبيق العملي أو الدرس العملي حتى نتمكن من رسم وحدة زخرفية هندسية وزخرفتها من الداخل بشرط توافر طبعا الكراسة والورقة الشفاف وقلم الرصاص والأدوات الهندسية وألوان أو أقلام الفلو ماستر عزيزي الطلاب والطالبات بهذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس النظري وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم العملي جهزوا أدواتكم واستعدوا فلدينا مهارات جديدة ترجمة نانسي قنقر